السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمد الله تعالى أن وفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيام ليليه ووفقنا لتلاوة القرآن حديثنا الليلة عن السنة النبوية والصيام نريد أن نتعرف عن أحكام الصيام من خلال سنة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة كنا في حلقة الأمس وقبل الأمس تعرفنا على أحكام الصيام من القرآن العظيم من الخطاب الإلهي واليوم نريد أن نتعرف عن أحكام الصيام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدين أصله هو قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين الدين هو إخبار ثم هناك دائرة أخرى ينتقل إليها العلماء والفقهاء المتعلقة بالإجتهاد وبالتفريع والتنزيل وغير ذلك من علوم الفقه المعروفة تعالوا بنا الليلة نحضر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف تحت القبة الخضراء ونستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب أفراد الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض وفي كل زمان ومكان نتحدث ونتسأل كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتصحر كيف كان يفتر كيف كان يقضي يومه ذاك وبذلك نتعرف عن هذه الأحكام أول شيء نبه إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة والحج وسوم رمضان هذا أول كلام قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة الإسلامية حقيقة هذا هو إعلان الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن الطريق المؤدي إلى الله لا يكون إلا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إقامة شعيرة الصلاة ثم إثاء الزكاة والحج وإنتهى بصوم رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة الإسلامية ويبشرنا بأن هذه العبادات هي فيها مغفرة وفيها ثواب كبير كان يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر ما إن تدرك رمضان وتصومه غفر الله لك ما بين الرمضانين طبعا الإنسان يتجنب الكبائر والكبائر معروفة هي الشرك بالله وهي عقوق الوالدين وهي أكل الربا وهي تعاطي السحر وقدف المحصنات المؤمنات والتولي يوم الزحف الكبائر بعض العلماء ذكروا منها الكثير حسب النصوص النبوية وإن كان عبد الله بن عباس يقول كلاما من جوهر كان يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إسرار المؤمن الذي يواضب على الاستغفار حتى الكبير يغفرها الله سبحانه وتعالى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دوما يرحب برمضان وكان يأمر صحابته الكرام أنهم يستعدوا له ويفرحوا به كان يقول أيها الناس أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقيد من حرم فيه رحمة الله بمثل هذا الكلام كان صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته وكان يبشر من خلالهم أمته ليقتنسوا ويغتنموا هذا الشهر الفضيل الكريم كان يقول في أول رمضان أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهري فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوع من أدى فيه فريضة كان كمن أعثق رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواسات قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب الأمة الإسلامية لأن هؤلاء الصحابة هم الذين بلغوا الدين إلى التابعين والتابعون هم الذين بلغوا الدين إلى تابعي التابعين وهؤلاء هم الذين بلغوا إلى ما بعدهم إلى أن وصل إلينا فهذه ذرر من جواهر كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن ويعلمنا الصيام مما قاله وهو يبشر بهذا الشهر الفضيل أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كل هذا تحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بما يقع في السماء من استعدادات في رمضان ثم يزيد في قوله صلى الله عليه وسلم فيقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيمة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد وهذه بشارة للصائمين وما أعده الله لهم من خيرات ومن بركات ويضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز أمته للصيام ويحكي عن رب العزة أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك المؤمن شهوته وطعامه وشربه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلفف للصائم أطيب عند الله من المسك هكذا أيها الأحبة الكرام أحاديث كثيرة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بها بها دي الخيرات حري بكل مؤمن أن كما يقرأ القرآن لأن كلام الله نور وهداية وبينات كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنوار وفيها بركات وفيها فتحات وفيها شروحات ضافية لمعاني القرآن العظيم مما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ومن خلالهم يخاطب الأمة الإسلامية كان يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة من صام يوما واحد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وكان يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد وكان يقول يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي هذا خير ما يقوله المؤمن لما يرفع الأذان أدن المغرب ويردد مع المؤدن ويقول هذه الدعوة هناك دعوة لا ترد وخير ما يدعو به الإنسان هو المغفرة أن يعتقى الله رقابنا من النيران ثم كان صلى الله عليه وسلم يزيد ويبين فضل هذا الصيام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن امرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكي كل هذا من باب بيان فضل الصوم وخصوصا الصدق والإحسان كان صلى الله عليه وسلم يقول من فتر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصين بالقيام في رمضان كما نصوم النهار كان يصين أيضا بالقيام فرمضان نهاره صيام وليله قيام كان يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه وكان يقول أيها الناس إن الله تبارك وتعالى فرض الصيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيومي والدته أمه من صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيومي والدته أمه كل هذه فضاء العظيم جدا بشر بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أمنا عائشة لما سئلت عن صلاة النبي وقيامه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يزيد ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي تلاتا هذا في قيام الليل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف كان النبي الكريم يقيم ليله مع ربه كان يكتفي بإحدى عشركة فقط لا يزيد لا ينقص أربع يصليهن بطولهن وحسنهن وجمالهن وخشوعهن ثم أربع ويسلم ثم ثلاثة ويسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن كان يبين بأن قراءة الحرف الواحد من القرآن تعدل عشرة حسنات لأنه كلام الله تعالى كان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بهذه الكلمات كان يحفز الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم الأمة الإسلامية يحفزنا جميعا لنكثر من قراءة القرآن خصوصا في رمضان لأن جبريل عليه السلام كان يقرأ النبي القرآن في كل سنة مرة واحدة وفي السنة التي توفي فيها النبي عرض جبريل عرض عليه النبي الكريم مرتين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا دوما على مثل هذا الكلام في السنة السنة المطهرة هي مكملة للقرآن العظيم كما لاحظنا في الحساس الماضية لما تكلمنا عن أحكام الصيام في القرآن ربنا تكلم على ذلك بالمجمل بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى أن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى أن قال إلى أن قال عن النساء أنه لا جناح أن الإنسان كنتم تختنوا أنفسكم فتابع عليكم فهذه الآيات من صوت البقرة ربنا سبحانه وتعالى بين فيها أحكام الصيام مجملة لكن السنة النبوية الشريفة جاءت مفصلة فبدأ النبي الكريم يعلمنا الأحكام المرتبطة بهذا الشهر الفضيل خصوصا الآداب الآداب المتعلقة بالصوم مثلا مما جاء في السنة النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وكان يقول تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في السحور بركة ولما سئل عن النبي الكريم كيف كان يفتر قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فثمرات فإن لم يكن ثمرات حس حسوات من ماء وكان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت ولما ينتهي النبي الكريم من الإفطار كان يقول هذا الدعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالإكتار من الدعاء في رمضان ومما قاله ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفتر منهم الصائم حتى يفتر يعني دعوة لا ترد وقال أيضا إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد فكان يوصي الأمة الإسلامية بالإكتار من الدعاء خصوصا عند الإفطار وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بأحكام كثيرة متعلقة بهذا الصيام خصوصا الجانب الخلقي كان يعتبر بأن الغاية من الصيام هو التربية والسلوك والتغيير إلى الأحسن وكان يحذر من الذين يسئون في رمضان وكان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفت وإنما الصيام من اللغو والرفت كان يقول الصوم جنة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إن مرء صائم وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على ارتباط الصيام بالقيم والأخلاق العالية كان يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضيافته المسلم يدرك درجة الصوام القوام الصوام يصم النهار والقوام بآيات الله يقوم الليل بالتراويح يدرك هذه الدرجة بمدى بحسن خلقه وكرم ضيافته أنه في أخلاق كريمة وضيوفه يكرمهم ولو بالكلمة الطيبة وكان يقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل وصائم النهار الإنسان الذي يعمل في أعمال البر والإحسان يساعد الفقراء والمسكين والأعمل أجره عند الله تعالى كأجر المجاهد في سبيل الله وكأجر القائم الذي يقوم الليل بالتراويح وكأجر الصائم بالنهار الذي يصم النهار الشديد الحر ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الطاعم الشاكر إنسان إذا أطعم يشكر يشكر من وفقه الله تعالى لهذا العطاء يشكر أهل الإحسان الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وأيضا إنسان إذا أكرمه الله إنسان أعطاه الله مال أعطاه مال وأعطاه طعام ومائدة مائدة دسمة فقال الحمد لله الذي أكرمني بهذا الطعام وأكل وشارب وتمتع ثم شكر الله على هذا الرزق هذا الشاكر الطاعم الشاكر هو بمنزلة الصائم الصابر كالذي يصوم النهار ولا يجد ما يأكل في يوم شديد حره هذا أجره مثل أجر من من وضعت له مائدة في أصلابنا الأطعمة وأكل وشارب واستمتع ثم شكر يشكر الله لأن الله تعالى يحب الشاكرين هذه باختصار أيها الأحبة الكرام هي بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي كان صلى الله عليه وسلم يخبر بها أمته للعمل الصالح في رمضان وخصوصا كان يوصي بأداء العمرة كان يقول بأن عمرة في رمضان تعدل حجة معي عمرة في رمضان تعدل حجة معي وكان يقول الألغاز في سبيل الله والحج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كل هذا التحفيز للعمل الصالح منها على العمرة وأيضا التحفيز على تحري ليلة القدر كان صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول بأنها سبب للمغفرة الذنوب وتيسير الأمور وتعظيم الأجور كان يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من به وكان صلى الله عليه وسلم يوصي كذلك بالاعتكاف الاعتكاف خلال رمضان خصوصا في العشر الأواخر وكان يعتكف في رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما لما يخاطب صحابته كان يبشرهم بأن هذا الصيام وتلاوة القرآن سينفعوا عباد الله المؤمنين يوم القيامة يعطيهم الله مقام الشفاعة قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشرب بالنهار فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان إلى غير ذلك أيها الأحبة الكرام من أقوال السنة النبوية المطهرة التي حري بالمؤمن كما يقرأ القرآن تلاوة في هذا الشهر الفضيل أنه يكحل عينيه ويمتع قلبه نفسه بقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى أنوار النبوة وسوف يفتح الله له مغاليق القرآن كلما رجع إلى القرآن يقرأه فتح الله المغاليق لهذا الكتاب العزيز لأن السنة هي شارحة ومبينة ومفصلة لما في القرآن العظيم هذه جملة مما ورد في الصيام والقيام في رمضان نسأل الله تعالى أن يجعلنا بسنة النبي المصطفى متمسكين وبهديه متبعين وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين وأن لا يحرمنا من الاجتماع معه في جنات النعيم آمين آمين يا ربي يا كريم أحبابنا في الله لن أطيل عليكم سوف نعمل على فتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله